اهلا بكم من جديد قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة أكاديمية الخليج للطيران بزيارة تفقدية لمبنى الأكاديمية الواقع في المحرق للاطلاع على جهاز محاكاة الطيران الرابع من طراز A320 الذي استقدمته الأكاديمية مؤخرا وذلك تماشيا مع خططها التوسعية الطموحة وبهدف المساعدة في تخفيف الأعباء عن أجهزة المحاكاة الموجودة في الأكاديمية والتي تعمل حاليا بقدرة 100% استجابة لمتطلبات التدريب المحلية والإقليمية كما وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد مذكرة تفاهم مع شركة طيران فلاي ناس شركة الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والتي تقدم بموجبها أكاديمية الخليج للطيران خدمات تدريبية لطياري Airbus A320 استضافت مملكة البحرين اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماع الدورة 130 لمجلس اتحاد الغرف العربية والذين نظمتهما غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار وقد ترأس هذين الاجتماعين من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسها سعادة السيد سمير عبداللاناس وقد تناول جدوى الأعمال اجتماعات الدورة 130 لمجلس اتحاد الغرف العربية عددا من البنود والمحاور منها التصديق على قرارات وتوصيات الدورة 129 لمجلس الاتحاد والذي عقد فبراير الماضي في العاصمة العمانية مسقط والاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.16% مغلقا التداولات عند مستوى 1515 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والخدمات والصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليون و868 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 326 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 45 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7922 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.61% وبالنسبة للسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2673 نقطة بارتفاعا تجاوزا نصف تقطة مئوية أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4072 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.78% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أعلنت شركة بترول أبوظاب الوطنية أدنك عن نجاحها في حفر واحد من أطول الآبار بالعالم وذلك في جزيرة أم العنبر بعمق أكثر من 12 ألف متر وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر أنهم فخورون بنجاح أدنك البحرية في حفر واحد من أطول الآبار في العالم في جزيرة أم العنبر الصناعية بعمق يزيد عن 40 ألف قدم وهو أطول من كورنيش أبوظبي قال وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف نمو الاقتصاد 6.4% بالسنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العز الكلي إلى 6.2% ويأتي هذا الأعلان في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري بدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الانتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مبيعات شركة علي بابا الصينية تقفز في أول 9 ساعات من مهرجان يوم العزاب السنوي للتسوق خفضت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني نظرتها للمملكة المتحدة إلى سلبية وذلك بسبب تعطل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي والذي أثر على قابلية التنبؤ لعملية صنع السياسات كما حذرت الوكالة من خطر خفض التصنيف الاعتماني للدين السيادي لبريطاني في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في حين وضعت كل من وكالتين S&P وفتش بالفعل المملكة المتحدة تحت المراقبة السلبية وأشارت موديز إلى أن مؤسسات البلاد قد ضعفت في مواجهة تحديات السياسة ومن المتوقع أن تتراجع القوة الاقتصادية والمالية لبريطانية تراجع الانتاج الصناعي في إيطاليا وفقا للتوقعات خلال سبتمبر الماضي على أساس شهري وسنوي وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الإيطالي أن مؤشر الانتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.4% خلال شهر سبتمبر الماضي بالقراءة المعدلة موسميا مقارنة مع ارتفاع 0.4% في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع وبحسب التقديرات فكان من المتوقع أن يتراجع الانتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنحو 0.4% في الشهر المقارن سجلت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ خسائر قوية خلال آخر التعاملات مع تجدد الاضطرابات السياسية وأحداث العنف داخل البلاد وتأثرت الأسواق المالية في هونغ كونغ سلبا في مستهل تعاملات الأسبوع بفعل تفاقم الاضطرابات السياسية في البلاد مع تجدد المظاهرات المناهضة للحكومة ومع خسائر تتجاوز 2.5% في مؤشر هانغ سينغ فإن البورصة في هونغ كونغ تتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ تعاملات الخامس من أغسطس الماضي مع حقيقة أنها الأسوأ أداء في منطقة آسيا والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قفزت مبيعات شركة علي بابا الصينية في أول تسع ساعات من مهرجان يوم العزاب السنوي للتسوق بنسبة 25% وهو ما يعادل نحو ثلثي مبيعات شركة أمازون الأمريكية في أحدث ربع سنة وبلغت قيمة هذه المبيعات 23 مليار دولار أمريكي غير أن المحللين يعتقدون أن نمو مبيعات إجمالية المناسبة التي تستمر 24 ساعة ستكون أقل من نظيرتها في العام السابق وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض